افتتح قداسة البابا تودروس الثاني يوم الأحد الماضي ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثودكسية في إبارشية مصر والذي يقام في مركز لوجوس بالمقار البابوي في دير القديس الأنبابيشوي بواد النطرونة حضر الافتتاح عدد من أحبار الكنيسة والأباء الكهنة بمشاركة مائتي من الشباب وشبات ممثلين عن إبارشية الكنيسة من كل أنحاء القطر المصرية ويأتي الملتقى تحت عنوان التمتع بالجدور وهو الأول من نواه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقا أسبوعان مماثلان لشباب من إبارشية الكنيسة القبطية الأرثودكسية في المهجر تحت شعار العودة للجدور لربطهم بالجدور في كنيستهم وبلدهم الأمة نتابع اشتركوا في القناة 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 بدأ الاحتفال بموقف قدسة البابا الذي تقدمه قرس الشمامسة وصلاه افتتاحية عزف بعدها السلام الوطني ثم ألقى القصة مينا فوكيها المنصق العام للملتقى كلمات ترحيبية وتضمنت الفقرات حورا مسجلة مع قدسة البابا وأبريد بعنوان ينبع فرحة وتريمة تحت عنوان كنيستي بنت أصول مؤتمر ده بيختلف عن أي مؤتمر حضرنا قبل كده أولا بحضور قدسة البابا يعني ده من مؤتمرات القليلة اللي بقى مجمع لبرشيات كلها في الجمهورية بحضور قدسة البابا يعني أنا شايف بمسابب مجمع مقدس مع اختلاف الأساقفة طبعا ده هو بيجمع أفكار زي المجمع مقدس بالزبط فالبابا بيركز طبعا أن يأخذ الأفكار دي كلها من شباب وشباب بيعصروا مشاكل الميديا ومشاكل الخدمة في الوقت الحالي فأنا شايف أن دي هتبقى نقلة كويسة جدا أن البابا يسمع مننا إحنا إيه اللي بيواجهنا في خدمتنا وفي الميديا وفي الكنيسة عامة أي حد يشارك في الملطقة ده ده فخر وبيمثل إبرشية فالواحد داخل بسوقة كبيرة ومسؤولية كبيرة أن مسؤولية إبرشية كاملة عليه أما المناسبة دي فدي فعلا بتحقق الكلمة اللي بتقول كنيسة واحدة جماعة رسولية لأن احنا بنشمل كل الإبرشيات بنجمع كل ثقافات الشباب وبنجمعهم مع بعض فبنربط الشباب ببعض وبننقل ثقافاتنا ونشاطاتنا وخدمتنا مع بعض فكرة أنه البابا بيجمعنا من إبرشيات مختلفة في أنحاء مصر كلها دي فكرة تحفة أن احنا نبقى بنتكلم معه عادي كأننا أولاده هو أبونا ونقوله قرأنا ونسمع منه ونقرب منه ودي فكرة جميلة جداً صراحة طبعاً الحين سعادة جداً نحن نشارك في مؤتمر زيدان لأنه مؤتمر زيدان أنا بيعتبره حاجة مهمة جداً بالنسبة للكنيسة لأن المؤتمر زيدان لما بيجمع كل شباب من مستوى الجمهورية كلها من كل إبرشية كلهم يبقوا في مكان واحد كلهم يرتقوا مع قدسة البابا ويتكلموا معي الأفكار دي كلها بتتجمع بنقدر احنا نستفيد بيها لأن احنا لما نرجع تاني لإبرشياتنا نقدر نستفيد ونقدر نفيد خدماتنا بكل الأفكار اللي احنا جمعناها من كل الإبرشيات دي فأنا شايف أن المؤتمر زي ده يعني المؤتمر ناجح وأتمنى دي من هو يستمر على طول أنه هو حاجة عظيمة جداً يعني مبسطين جداً بالمشاركة دي لأن هي كانت مميزة من نحة في اختيار التنوع الموسيقي بالنسبة للكنيسة الأرزوكسية كنا حطين كذا شكل حتى منها شكل السوداني والشكل السعيدي السعيدي صرف يعني فكان فيه تطوير في شكل المزيكة على كل المحتوى أحسن حاجة أن سيدنا يعني بيجمع يعني كل أنحاء المصريين أيوة والسعيد والسودان يعني دي كانت فرصة حلوة جداً وأن يبقى فيه تبادل وأن احنا نشارك مع بعض دي حاجة جميلة جداً يعني في فكرة الملتقى بشكل عام أن قدسة البابا بيجمع شباب مصر كلهم في مؤتمر كده بيسمع أفقارهم وبيتناقش معنا طبعاً دي حاجة حلوة لأن يعني تحس أن هو فكره قريب من فكرنا يعني يبقى فهمنا يعرف إحنا بنفكر إزاي النقاط اللي إحنا محتاجينها فيقدر يساعدنا فيها فدي حاجة حلوة يعني اختتم الحفل بصلاة ختمية لأجل الوطن والكنيسة والنيل صلىها قدسة البابا ورددها معه جميع المشاركين من أجل مزيد من التواصل الفعال وتشجيع الشباب واحتضان الأب لأبنائه يقيم قدسة البابا المعظم الأنبا تدروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة الماركوسية ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوزوكسية في جميع أنحاء الجمهورية تحت عنوان التمتع بالجزور تحت سلسلة من الملتقيات بعنوان الفرحة ليكون كل هؤلاء الشباب المشاركين سفراء للفرحة من مقر اللوجوس الباباوي بدير الأنباب شوي بواد النطرون كامل يوسف سي تيفي اشتركوا في القناة